موسيقى يقف صلاح الجعالين على أطلال منزله الذي حوله الاحتلال إلى ركامن بعد هدمه في بلدة قلندية شمال القدس بحجة البناء غير المرخص أسبوع كان يفصله للسكن مع عائلته هنا يقول صلاح إن شقاء 22 عاما تبدد بدقائق معدودة بسبب الاحتلال أنا كان عندي حلم أن الطابق الأرض يخلني مكتبة وحط في أدوات تراثية محراط طحونة مهباش لأن هذا الشيء بظل إيش يعني من تراثنا من وجودنا هلا بناتي قالوا طبعنا أن نأخذ الطابق للفوق هاي كل واحدة بدها غرفة لحالها وتسوي فيها مكتبة وأغراضها وألعابها وتتصوير بدكم إياها لكن هاي الأحلام صدقت في ليلة في ليلة تصور ما بين من 10 بالليل ل 7 الصباح كانوا مهدين كل هاي الأحلام منزل صلاح كان من بين 12 منزلا وعمارة سكانية تأوي 250 مواطنا هدمتها كلها مرة واحدة جرافة الاحتلال الثلاثاء الماضي تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية الأخيرة تنبع بتوجه إسرائيلي أوسع لسياسة هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهما سياسة تستدعي دخلا دوليا للجمها يظهر تقرير لمنظمة بيت سليم الحقوقية الإسرائيلية عن تصاعد عمليات الهدم لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية في النصف الأول من عام 2016 بحجة عدم الترخيص على مدار ست شهور من هذا العام هدمت السلطات الإسرائيلية 168 بيت أي ما يعادل أكثر مما هدمته في أي سنة أخرى يعني على مدار مثلا العام 2015 هدمت سلطات الإسرائيلية 125 بيت في العام كامل بينما في النصف الأول من العام الحالي تهدم 168 بيت هذه نسبة كبيرة جدا 740 مواطنا في المناطق المسمات جيم باتوا اليوم بلا مأوى منهم نحو 380 قاسرا خلال الستة الأشهر الأولى من هذا العام وقع الأمر هذه أخطر السياسات الإسرائيلية أن هناك مساعي لا تخفيها الحكومة العنصرية في إسرائيل بأن هدفها إجراء تطهير عرقي للفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم وفي القدس وهناك نقاشات في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم لضم المنطقة جيم وبالتالي تجريدها من سكانها الفلسطينيين جريا على السياسة العنصرية الإسرائيلة القاضية بقضم وابتلاع أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان دون عن تعبأ بمصير هؤلاء السكان وتؤكد عمليات الهدم المتصاعدة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في المناطق جيم أطمع الاحتلال في السيطرة فعليا على تلك الأراضي التي تشكل أكثر من 60% من أراضي الدولة الفلسطينية دعاء السيوري تلفزيون وطن